الحمد لله رب العالمين يجعلنا وإياكم ممن عظم الكتاب والسنة وعرف منزلتهما وآمن بهما واعتقد أن لا تعارض حقيقية بينهما فلا نزال نبحث في قاعدة اختلاف الحال في الجمع بينما ظاهره التعارض من الأدلة وهذا البث سوف أخصصه في الكلام على مسألة خطيرة جدا صرخ بها اللبراليون والحداثيون والكفار وأعداء الدين والملة وأعداء السنة على وجه الخصوص وقالوا بأن هذه الأحاديث تعارض صريح القرآن وسوف أبين في هذا البث إن شاء الله عز وجل أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين صريح القرآن بإذن الله تبارك وتعالى فإن قلت وما موضوع هذا البث بإذن الله فأقول موضوعه الجمع بين الآيات التي تنفي شبهة السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأحاديث التي تثبت أنه سحر صلى الله عليه وسلم فعندنا آيات تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر بينما عندنا آيات أخرى بينما عندنا أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وهي أحاديث صحيحة قد أخرجها أصحاب الصحيح وكثير من أعداء السنة قد جعلوا هذه الأحاديث سبّة في السنة على وجه العموم وسبّة في البخاري ومن أخرجها على وجه الخصوص وقالوا انظروا إلى هؤلاء المحدفين كيف يعارضون بأحاديثهم ومنقولاتهم صريح القرآن فإن القرآن ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر بل إن مما اتهمه به المشركون أنه رجل مسحور كما قال الله عز وجل إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فكيف ينفي القرآن شبّة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أن بعض الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فهل بين هذه الأحاديث والقرآن تعارض؟ الجواب لا ليس بينها تعارض ولكن كثير من الناس يخوض في هذه المسألة بلا علم ولا برهان ولا تعظيم للسنة ولا معرفة لمنزلة الوحيين وهذه بليتنا في هذا الزمان أنه يدخل في الكلام في هذه المساء الأناس ليس عندهم قواعد شرعية ولا أصول مرعية ولا معرفة لمقاصد الشريعة ويتخوضون في الأحاديث تخوضا يخرجها عن مدلولاتها الصحيحة ويحرفونها ويعطلون مدلولاتها ظنّا منهم أنها تتعارض مع القرآن وإنما أوتي القوم من جهلهم وعدم علمهم وأنهم لا يرجعون إلى العلماء في مثل هذه المسائل الخطيرة وإنما يتخذون قولا يجعلونه سبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على أصحاب الصحيح أو على من أخرج هذه الأحاديث وسوف يتبين لنا بإذن الله في آخر البث أنه ليس هناك تعارض مطلقا لا بين الأحاديث التي تثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآيات التي تنفي شبهة السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنبدأ مستعيننا بالله ولكن لا بد أن نقدم بعدة مقدمات خفيفة وسوف أحرص إن شاء الله على تبسيط المسألة حتى يفهمها من ليس من أهل الاختصاص إن شاء الله فأقول وبالله التوفيق وبينه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق اعلموا رحمكم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر في بشريته كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبهما يصيب البشرية لبشريته فهو بشر مثلنا يجوع كما يجوع البشر ويضمأ كما يضمأ البشر ويمرض كما يمرض البشر ويحتاج كما يحتاج البشر ويبيع ويشتري كما يبيع ويشتري البشر ويصيبه الهم كما يصيب سائر البشر ويحزن قلبه كما يحزن سائر البشر وتدمع عينه كما يخطر عيون البشر أرجو من الإخوان أن لا يطلبوا لا داخل المملكة ولا خارج فإذاً هو يصيبه ما يصيب عامة البشر ويصيبه الصداع كما يصيب سائر البشر كما قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه إن العين لتدمع فعينه تدمع كما تدمع عيون البشر وإن القلب لا يحزن فإذاً قلبه يحزن كما يحزن سائر البشر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر ومن جملة الأشياء التي تصيب البشر الأمراض الحسية والأمراض المعنوية فكل ذلك يصيبه لأنه بشر إذن هذه أول نقطة لا بد أن نفهمها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر يصيبه ما يصيب البشر لأن الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم المقدمة الثانية التي لا بد أن نفهمها أيضا اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن فيه جانبا بشريا يعتريه بسببه ما يعتري شائر البشر إلا أنه نبي ورسول فإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شائبة البشرية وفيه شائبة النبوة والرسالة يعني أننا ننظر إليه من جهة فنراه بشرا وننظر إليه من جهة أخرى فنراه نبيا رسولا كما جمع الله عز وجل بينهما في قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم وهذا هو الجانب البشري ثم قال يوحى إليه وهذا هو جانب النبوة والرسالة فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر له من جهتين من جهة بشريته ومن جهة نبوته ورسالته فلا نخلط بين الأمرين فلا نجعل نبوته ورسالته تلغي أحكام بشريته لا نجعل نبوته ورسالته تلغي أحكام بشريته ولا نجعل بشريته تلغي أحكام نبوته ورسالته فلكل جانب من الجوانب احكامه وخصائصه فلا يتداخلان فهو بشر من جملة البشر يصيبه ما يصيب البشر وفي نفس الوقت هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم ثم قال يوحى إليه فإذا فيه جانبان جانب البشرية وجانب النبوة والرسالة فلا تخلطوا بين الأمرين لأن التفريق بينهما هو وجه الجامع بين الحديث الذي يثبت سحره وبين الآيات التي تنفي سحره أعيدها مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه جانبان جانب البشرية الذي يدل عليه قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم فيما يصيب البشرية فأجوع كما تجوعون وأمرض كما تمرضون وأبكي كما تبكون وأحزن كما تحزنون وأكل كما تأكلون وأضمأ كما تضمأون وأحتاج إلى الثياب كما تحتاجون وأحتاج إلى النوم كما تحتاجون وأحتاج إلى الغائط كما تحتاجون وأحتاج إلى البول كما تحتاجون لما يا رسول الله؟ إنما أنا بشر مثلكم هذا هو الجواب إذن بشر هو بشر هو بشر من جملة البشر لكن الجانب الثاني يوحى إلي إذن فيه جانب آخر وهو جانب النبوة وهو جانب النبوة والرسالة وهو جانب النبوة والرسالة لعلكم فهمتم هذا لأن هذا هو عين الجواب أعيدها مرة ثالثة من باب إبراء الذمة في التوضيح النبي صلى الله عليه وسلم فيه جانبان لا بد من التفريق بينهما كل جانب له أحكامه وخصائصه لا يتداخلان الجانب الأول أنه بشر يصيبهما يصيب البشر قل إنما أنا بشر مثلكم الجانب الثاني أنه نبي ورسول يوحى إليه من الله عز وجل لا ينطق عن الهوى أبدا إنما هو وحي يوحى وهو الجانب الذي قال فيه الله عز وجل يوحى إليه قل إنما أنا بشر هذا الجانب الأول يوحى إليه هذا الجانب الثاني إذا علم هذا فليعلم وسأعيدها خمس مرات فليعلم أن السحر الذي تثبته الأحاديث إنما هو السحر الذي يخص بشريته إنما هو السحر الذي يخص بشريته فليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب البشري أصابه السحر لأن السحر نوع مرض والبشر يصيبهم الأمراض فقد سحر في جانبه البشري سحر في جسده حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه فالسحر الذي فعله اليهود لبيد بن الأعصم وجماعته بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أصاب جانبه البشري والسحر من السوء وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السوء لأنه بشر يا رجل اتق الله هل السوء يصيب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نعم لقول الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء يقول الله عز وجل آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فإذا السحر من السوء وقد مس النبي صلى الله عليه وسلم لكن مسه في أي جانب في أي جانب في أي جانب في جانبه البشري في جانبه البشري في جانبه البشري احذر احذر من أن تعتقد أن السحر قد مسه في الجانب في جانب النبوة والرسالة لا لا هنا نقول لا مسه في جانبه البشري سحره اليهود على يد لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة فاعتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه صلى الله عليه وسلم لكن في أي جانب؟ في جانبه البشري في جانبه البشري بل أنا بعيني رأيت بعض العلماء وعاشرتهم قد أصيب بالسحر في جانبه في جانب جسده لكنه في الدرس في الدرس يلقي لنا العلم صحيحا سحره لم يؤثر في علمه رأيته بعيني وجلست في حلقاته رحمه الله وغفرنا إذا جاء في الدرس يعلمنا الكتاب والسنة كما هي ويقول الأحكام الشرعية كما هي كأنه غير مسح لكنه يعتل يصيبه صنع في رأسه يصيبه ألم في ظهره يصيبه شيء مع أولاده وزوجته لكن إذا جاء في الدرس سبحان الله كأنه غير مسح إذن سحر في جسده ولم يسحر في علمه وهذا من العلماء وهم كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم في جانبه البشر سحر لأنه بشر يصيبه السوء كما أنه يصيبه صداع الرأس فيصيبه السحر لأنه بشر كما أنه يصيبه أشياء أمراض الأخرى فهو بشر بل إن سبب موته صلى الله عليه وسلم كانت هي أكلة السحر التي انقطع بها أبهوره أبهوره صلى الله عليه وسلم فاعتل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حتى كان لا يستطيع الصلاة واقفا عليه الصلاة والسلام لأنه بشر بشر هل أمراضه الأخرى أسألكم بالله هل أمراضه الأخرى من صداع أو ألم بطن أو وجع كتفين أو غير ذلك أثرت في رسالته ونبوته أثرت في رسالته ونبوته الجواب لا جانب الوحي لا يؤثر فيه شيء جانب الوحي من الله الله هو الذي يوحي إليه جانب الوحي لم يتأثر بسحره الجسدي سحر في جسده لكن لم يؤثر في نبوته ورسالته سحر في جسده ولكن لم يؤثر ذلك السحر في نبوته ولا في رسالته صلى الله عليه وسلم فإذن قولوا المشركين وبصفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور لا يقصدون به السحر الذي يعتري البشرية لا يقصدون به السحر الذي يعتري البشرية وإنما يقصدون السحر الذي يعتري النبوة والرسالة فيقولون إن القرآن الذي يقوله محمد إنما هو سحر لا القرآن ليس جانباً بشرياً هو فيه كسائر البشر يعتريه ما يعتري البشر ولذلك يقول قائلهم مقولة عظيمة حكاها الله عز وجل عنه لما سمع القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر فالسحر الذي اتهم رسول الله به ليس السحر البشري ليس السحر في الجانب البشري وإنما السحر في جانب التبليغ والنبوة والرسالة والدعوة لا الرسول ليس بمسحور باعتبار نبوته ورسالته ولكن سحر باعتبار بشريته الرسول لم يسحر باعتبار نبوته ورسالته ولكن سحر باعتبار بشريته أعيدها مرة ثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبه سحر قط في نبوته ورسالته وفي تبليغه للقرآن والسنة ولكن سحر في جانبه البشري ففرقوا بينهما فالحديث يثبت السحر البشري يثبت السحر في جانب البشرية والقرآن ينفي السحر عن جانب النبوة والرسالة والله واضح ولكن إذا أخذ الكلام من مصدره يتضح ولكن هؤلاء الذين يشنشنون في وسائل الإعلام ويجعلون سحر النبي صلى الله عليه وسلم سبة في السنة وسبة في البخاري ومسلم ويقولون انظروا كيف يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر والقرآن ينفي أنه سحر جمعوا بين أمرين مختلفين جمعوا بين هذا وهذا وهذا خطأ بل نجمع بينهما باختلاف الحال فنجعل الأحاديث التي تثبت سحره صلى الله عليه وسلم هو السحر في جانبه البشري ونجعل الآيات التي تم في السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب النبوة والرسالة هل يبقى بعد ذلك إشكال هل يبقى بعد ذلك إشكال أبدا فإن قال لي قائل وهل اتهم الأنبياء قبله بالسحر الجواب نعم قد اتهموا هودا بالسحر واتهموا موسى بالسحر واتهموا صالح بالسحر إنما أنت من المسحرين إنما أنت من المسحرين قيلت في شعير وقيلت في هود وقيلت في صالح هذه تهمة المشركين كلما جاءهم كلما جاءهم نبي بوحي ورسالة وشريعة من الله يواجهونه بأنها سحر هذه تهمة المشركين للأنبياء أن ما يأتون به من الله إنما هو سحر كذلك المشركون من كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بنفس التهمة إن هذا إلا سحر يؤثر يعني أن ما تقوله من القرآن ليس قرآنا حقيقة وإنما هو سحر فجاء القرآن ينفي السحر ينفي السحر في هذا الجانب ينفي السحر في هذا الجانب أي في جانب النبوة والرسالة فقط وجاءت الأحاديث تثبت السحر في الجانب الآخر وهو جانب البشرية واضح ولا مباضح واضح ولا مباضح واضح ولا مباضح يا ويل هؤلاء إذا قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام يقدحون في سنته ينكرون صحيح حديثه يتكلمون في العلماء ويتكلمون في المحدثين والنقلة وإنما أتي القوم من جهلهم هم جهال هم ليست عندهم أصول ولا قواعد ولا مقاصد يفرقون بها بين الحق والباطل ويعرفون بها الراجح من المرجوح والمقبول من المردود يتخوضون يتخوضون في دين الله عز وجل بلا علم ولا برهان الكلام واضح ولا ليس بواضح الكلام واضح أعيده مرة أخرى أعيده مرة أخرى لأن هذا من أعظم الشبه التي قدح بها في الصحيحين وقدح بها في السنة على وجه العموم والإجمال قالوا لقد نفى القرآن شبهة السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أحاديث تثبت أنه سحر إذن الأحاديث تعارض القرآن نقول لا لا الأحاديث ما تعارض القرآن ولا أزال أقولها بملء فمي كلمة يشهد الله عز وجل علي بها يوم القيامة والله ما من نصين صحيحين يتعارضان أبدا أبدا بقاعدة اختلاف الحال وهي القاعدة التي والله أطلت عليكم في شرحها أطلت عليكم في شرحها لكنها والله قاعدة مفيدة والله إنها من القواعد المفيدة العظيمة إذن كيف نجمع بين الآيات التي تنفي السحر والحديث الذي يثبت السحر بالتفريق بين الجانبين في النبي صلى الله عليه وسلم ففيه جانب بشري وفيه جانب نبوة ورسالة فالقرآن ينفي السحر في جانب النبوة والرسالة يعني أن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ليس بسحر ليس بسحر ما جاءكم به من النبوة والرسالة ليس بسحر فالسحر الذي اهتم القرآن بنفيه إنما هو السحر في جانب النبوة والرسالة والقرآن والبلاغ والدعوة يقول هذا ما في السحر هذا وحي من الله وليس سحرات والحديث الذي يثبت السحرة للنبي صلى الله أن النبي سلم سحر سحره لبيد بن الأعصم من اليهود في مشتن ومشاطة انتبهوا انتبهوا إنما هو في جانبه البشري في جانبه البشري فإذا قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر في جانبه البشري فقل نعم ودليله الحديث حديث عاشا في الصحيح وإن قيل لك هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جانب النبوة والرسالة فقل والله لو يجتمع من بأقطارها على أن يؤثروا عليه في كلمة واحدة في الوحي بسبب السحر والله ما استطاعه هذا من الله إنا نحن نزلنا الذكرى إنا نحن نزلنا الذكرى شوف الجانب الوحي جانب الوحي وإنا له لا حافظون فشيء تكفل الله عز وجل بحفظه أو يستطيع شياطين الإنس والجن أن يخترقوه أن يخترقوه الجواب لا يا حبيبي فإذا قيل لك ما السحر الذي ينفيه القرآن عن رسول الله ما السحر الذي ينفيه القرآن عن رسول الله إذا قيل لك ما السحر الذي ينفيه القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل هو السحر في جانب النبوة والرسالة والقرآن والدعوة فإن قيل لك ما السحر الذي يثبته الحديث الصحيح ما السحر الذي يثبته الحديث الصحيح فقل هو السحر في جانب البشرية في جانب البشرية وبالتفريق بينهما على قاعدة اختلاف الحال لا يبقى بين السنة التي تثبت سحرة والآيات التي تنفي سحرة أي شيء من التعارض ولله الحمد والمنة لعلكم فهمتم إن شاء الله لعلكم فهمتم إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم للفهم أسأل الله أن يشرح صدوركم للفهم أسأل الله أن يشرح صدوركم للفهم يا رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم للبر والتقوى وأن يجعلنا من المعظمين لنصوص الوحي اللهم اجعلنا ممن عظم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فأنتم تسمعون في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الكثيرة أعوذ بالله الجرأة الجرأة العظيمة على كتاب الله وعلى سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن العين منها لتبكي والقلب منها لا يتحشرج ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ونحاول أن نرد على هؤلاء ما استطعنا في مثل هذه البثوث والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته